موسيقى بعد تجاهل إيران طلب التفتيش الزرية واشنطن تلوح بانسحاب وشيك من مفاوضات فيينا النووية الكاظمي يفرض على ميليشيات الحجد استعراض قواته في ديالة بعيداً عن العاصمة بغداد شكري يؤكد أن القوات التركية هي المعنية بخروج لجانب من ليبيا وينفي تحديد موعد لزيارة أمقرة أهلاً بكم وصلاع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إرسل إشارات تحضيرية لإيران بشأن مفاوضات النووية في فيينا في هذا السياق قال بلينكين في تصريحات لنيويورك تايمز أن موعد انسحاب الوفد الأمريكي من المفاوضات أصبح قريباً حتى وإن لم يتم تحديد تاريخ محدد وزير الخارجية الأمريكية أضاف أن منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية يبقى مصلحة قومية لنا بلينكين أكد أنه إذا استمر الإيرانيون في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً على مستويات أعلى وأعلى فسنصل إلى نقطة سيكون فيها من الصعب للغاية من الناحية العملية العودة للاتفاق النووي الوكالة الدولية للتاقة الذرية أعلنت أنها لم تتلقى رداً من إيران حول احتمال تمديد التسوية المؤقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية والتي انتهت مدتها وأبلغ المدير العام للوكالة رافايا الجروس لمجلس حكام الوكالة أن إيران لم ترد على رسالته مضيفاً أن تهران لم توضح ما إذا كان لديها نية لإبقاء التسوية الحالية التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وشدد مدير الوكالة على الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الدروري القاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها داعياً إلى رد فوري وسط انقسامة سياسية وجدال بين فصائل الحجن نفذت الميليشيات استعراضاً عسكرياً في قاعدة أشرف شمال ديالا بعيداً عن العاصمة بغداد بضغط من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكادمي وفيما شارك في العرض أكثر من 20 ألفاً من عناصر الميليشيات قاطع حجد المرجعية التابعة للسستاني وسرايا السلام التابعة للصدر الاستعراض الذي شهد أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات إيرانية الصنع التي تم نقلها طوال الأسابيع الماضية عبر الحدود مع إيران وكانت أربعة ألوية تابعة للعتبات انسحبت من العرض العسكري قبل انطلاقه بسبب خلافات من قياداته حول الدور الإيراني وميليشياتها المهيمن على قرار هيئة الحشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكادمي غرد قائلاً إن العمل يكون تحت رأيات العراق وأن حماية أرضه وشعبه واجب علينا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال شرق سوريا بهدف مكافحة تنظيم داعش القائم بأعمال مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لفت إلى أن السلطات في واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا في جلسة أمام مجلس الأمن خصوص الملف السوري انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق وهو أمر ترفضه موسكو ويعتبر اختبارا لعلاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة وقال بيدرسون مما مجلس الأمن إن المدنيين بحاجة ماسة إلى مساعدة حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية العابرة للحدود على نتاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح وأنه من الضروري للغاية المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وتوسيعها أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على MBC مصر أكد أن القوات التركية وغيرها هي المعنية بالخروج من ليبيا القوات التركية هي قوات نظامية وهي المقصودة وغيرها من القوات النظامية التي تعمل على الأراضي الليبية التحفز الليبي أنا أسف التحفز التركي على هذه الفقرة يعني لتركيا أن توضح سبب تحفزها ولكن بالتأكيد ربما كانت تحاول أن تطفي شرعية على هذا التواجد ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقات مرتبطة بالسيادة وفقا لبنود اتفاق السخيرات التي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها وفي رد على سؤال يتعلق بزيارة وفد مصري إلى تركيا خلال الأيام المقبلة كما يتردد نفى الوزير المصري سامح شكري تحديد أي موعد لزيارة وفد مصري لتركيا لاستكمال المباحثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة لم يتحدد أي موعد لزيارة استكمالا للحوار الاستكشاف يعني ليس هناك موعد لأنه أخبار أكيد حضرتك طبعا بالتباع عنه خلاص فهناك وفد مصري سيكون في تركيا في الأيام القادمة لم يتحدد هذا بعد لم يتحدد أي موعد لاستقناف الحوار السياسي الاستكشاف أكد الرئيس التونسي قيسي سعيد أنه لا يصف حسابة مع أحد مشيرا إلى أن هناك أشخاص مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب على حد وصفه ولفت إلى أن تونس ذات نظامين أحدهما خفي يتحكم في البلاد والآخر ظاهر مشددا على أنه لا مجال للمساومة في حقوق الشعب وفي تصريحات منفصلة أكد سعيدا أن الخطر الذي يهدد الدول هو محاولات ضربها وتعطيل مرافقها العمومية داعيا إلى تحاد كل القوى الوطنية لمواجهة الأخطار مر وقت طويل دون أن يلتقي الرئيس التونسي مع رئيس برلمان بلاده راشد الغنوشي وفيما احتفى إخوان تونس بالاجتماع واعتبروا في تصريحات متعددة خلال يوم واحد أنه كان إيجابيا وشكل بداية انفراج للأزمة اكتفت الرئاسة التونسية بالإشارة إلى أن اللقاء جاء على هامشي مناسبة وطنية قلت بتعمل خروج إعلامي لأبين الأخطار التي وقعت فيها الرئيس من تعطيله للتحوير الوزاري فأصبحت للحكومة مشلولة ومن تعطيله لقانون الحكمة الدستورية الرئيس كيس سعيد انتقد ضمن حركة النهضة غادات لقائه بالغنوشي وأشار إلى انحراف المسار الاقتصادي والاجتماعي إلى قضايا الهوية والدين منذ 2011 وشدد على استمرار الأزمة في وجود منظمة تنكل بالشعب التونسي حسب تعبيره ذات نظامين نظام خفي يتحكم في البلاد ونظام ظاهر وهذا الدستور اليوم اللي تعمل سفقات خوذ فصل ولا خوذ فقرة في فصل وعطيني فصل رئيس الوزراء حذر قبل إصابته بفيروس كورونا من أن مؤسسات الحكم في بلاده لا يمكن أن تستمر في العمل دون انسجام بينها وبوساطات في تعبير عن عمك الخلافات بين الرئاسات الثلاث والتي تشكل جانبا من أزمة متعددة الأبعاد تغرق فيها تونس الغنوشي متهم من طرف خصومه بتعكيد العلاقة بين مؤسسات الحكم في تونس وبتأليب رئاسة الوزراء على قصر كرتاش وتقترح حركة النهضة الإخوانية حكومة سياسية بهدف توسيع القاعدة الشعبية والحزبية لسلطة تهيمن عليها منذ عشر سنوات لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء الاحتقان الاجتماعي خليلوا الجدود الحدث تونس أفادت رئاسة الحكومة التونسية بإصابة هشام لمشيشي بفيروس كورونا ما استوشبت على كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا لكن الحكومة قالت أن لمشيشي سيواصل القيام بعمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية هذا وتعتزم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس أعلان استقالتها خلال الساعة القليلة المقبلة وذلك على خلفية عدم التزام الحكومة بتوصياتها نابو رئيس الرابط التونسي لحقوق الإنسان وفي تدوينة له قال أنه من المنتظر أن تعلن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا عن استقالتها معتبرا أن الحكومة تستهزئ باقتراحات اللجنة وتضرب بها عرض الحائط في حين أن الوضع الكارثي يتطلب إجراءات أكثر صرامة على حد تعبيره أصدرت محكمة أمريكية في مدينة مينيابوليس حكماً بالسجن 22 عاماً ونصف العام على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين بقتل جورج فلويد وهي العملية التي أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود هذا وقال قاد المحكمة بيتر كيهل أثناء أعلان العقوبة أن الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف أو الرأي العام بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية أوضحت قناة ABC News الأمريكية بأن عدد الوفيات نتيجة انهيار مبنى سكاني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفع إلى أربعة أما أعداد المفقودين فتجاوزت 150 شخصاً الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي لأعلان حالة الطوارئ يقيمون في الولايات المتحدة وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة هكذا عبر القنصل العام الإسرائيلي في ميامي عن أسفه بانهيار أجزاء من مبنى سكاني في إحدى المدن الكبيرة بولاية فلوريدا الأمريكية رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الناجين بين أطنان الأنقاذ حيث لا يزال أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين بينهم 20 إسرائيلياً على الأقل أما أعداد الوفيات فأكثر من ثلاثة أفراد وكانت عائلة جراح التجميل أندريس غالف راسكولي البلغ من العمر 44 عاماً من مشاهير المفقودين إضافة إلى أسرة سوفيا لوبيز موريرا شقيقة زوجة رئيس البرغوي اللبناني الأصل ماريو عبدو بنيدز من جهته وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود إغاثة لهذه الكارثة في مبنى أبراج تشامبلين تاور الساوث في بلدة سيرف سايد سبب انهيار المبنى المكون من 12 طابقاً مجهول حتى اللحظة ولكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى إسراء الصغير الحدث إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام إلى اللقاء سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستفضل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة ومن الاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فعماً ستوديو الحدث يومياً التاسعة صباحاً بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهلاً أنه كان يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب للسماء طفولة يسرقها الجوع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول ترجمة نانسي قنقر واشنطن تلوح بانسحاب وشيك من مفاوضات فيينا النووية القاظمي يفرض على ميليشيات الحشد استعراض قواته في ديالة بعيداً عن العاصمة بغداد شكري يؤكد أن القوات التركية هي المعنية بخروج لجانب من ليبيا وينفي تحديد موعد لزيارة أنقرة أهلا بكم وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكا نيرسل إشارات تحذيرية لإيران بشان مفاوضات نووي في فيينا في هذا السياق قال بلينكا في تصريحات لنيويورك تايمز أن موعد انسحاب الوفد الأمريكي من المفاوضات أصبح قريباً حتى وإن لم يتم تحديد تاريخ محدد وزير الخارجية الأمريكي أضاف أن منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية يبقى مصلحة قومية لنا بلينكا نكد أنه إذا استمر الإيرانيون في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً على مستويات أعلى وأعلى فسنصل إلى نقطة سيكون فيها من الصعب للغاية من الناحية العملية العودة للاتفاق النووي الوكالة الدولية للتقى الذرية كانت أعلنت أنها لم تتلقى رداً من إيران حول احتمال تمديد التسوية المؤقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية والتي انتهت مدتها وأبلغ المدير العام للوكالة رفايا الجروسي مجلس حكام الوكالة أن إيران لم ترد على رسالته مضيفاً أن طهران لم توضح ما إذا كان لديها نية لإبقاء التسوية الحالية التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وأشهد ذا مدير الوكالة على الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري القاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها داعياً إلى رد فوري وفي باريس أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين محادثات اتهم خلالها إيران بالإرهاب وبزعزعة الاستقرار في المنطقة محظراً من أنها في حال واصلت القيامة بأنشطة محظورة فسيكون من الصعب جداً العودة إلى معايير الاتفاق السابق معها لزيارة فرنسا دائماً وقع خاص لدى أنتوني بلينكين الذي أمضى فيها بعضاً من سنوات شبابه إنها بلد الثاني قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية الفرانكوفوني متحدثاً بحنين عن ماضيه هنا أما في السياسة فكان ملف إيران أبرز ما نوقشه بين لودريون وبلينكين الذي التقى أيضاً الرئيس الفرنسي تهم وزير الخارجية الأمريكي طهران بالإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة إذا واصلت إيران تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة فسيكون من الصعب العودة إلى المعايير التي أرساها الاتفاق إيران تدعم الإرهاب وتتسبب بعدم الاستقرار وتقوم بأنشطة خطيرة جداً عن ليبيا قال لودريون أنهما ناقش ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها فيما تحدث بلينكين عن ضرورة دعم الوصول إلى ليبيا آمنة وموحدة ومستقرة كان لبنان أيضاً حاضراً في المحادثات لدينا التقييم نفسه للإنهيار الدراماتيكي في لبنان وستكون مأساة لو تفكك هذا البلد واختفى وقد قررنا العمل معاً لممارسة ضغط على المسؤولين عن العرقلة هناك لأن الجمود ليس حلاً نقش ملف سوريا من زاوية المساعدات الإنسانية كما نقشت العلاقات مع الصين التي وصفها لودريون بالشريك والمنافس والخصم في آن معاً وحذر مما أسماه انحراف روسيا نحو التسلط ومع ذلك يجب الحوار معها كما قال ثلاثة ملفات رئيسية استأثرت بحيز كبير من المحادثات الأمريكية الفرنسية إيران التي اتهمها بلينكين مجدداً بالإرهاب وبزعزعة استقرار المنطقة ولبنان الذي أعلن البلدان أنهما سيعملان معاً لمعاقبة المسؤولين عن العرقلة فيه وليبيا التي يتفقان على ضرورة أن تكون آمنة وموحدة وأن يحترم فيها الجدول الزمني للانتقال السياسي متوجاً بانتخابات ديسامر سينق نايبر الحدث من قصر الإليزي باريس كشفت مجلة The National Interest الأمريكية أن وكالة الدفاع الصاروخي في واشنطن ربما تنتهي من تطوير عنظمة اعتراض للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قبل موعدها في عام 2030 مخططات الجيش الأمريكي باعتراض صواريخ تفوق سرعة الصوت لن تنتهي في موعدها المحدد سنة 2030 وإنما يبدو بأن هذه التكنولوجيا الحديثة ستؤتي في مارها أسرع من المتوقع حسب التطورات الأخيرة مجلة The National Interest الأمريكية في مقال لها عنوانت الجيش الأمريكي لديه هدف جديد اعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وكالة الدفاع الصاروخي أكدت أن هناك طريقة لمواجهة هذه الصواريخ والتي تزيد سرعتها عن خمسة أضعاف سرعة الصوت وذلك من خلال اعتراضها في الغلاف الجوي قبل هبوطها على الهدف هذا الجيل الجديد من الدفاع يسمى Glide Phase Interceptor وهو برنامج تطويري لهندسة صاروخ طويل المدى على ارتفاع عال قادر على إطلاقه من الأرض أو سطح سفينة بحرية وتتم آلية الدفاع هذه عند نقطة انزلاق مسار الصاروخ حيث توجد أفضل فرصة لاعتراضه قبل انحداره وصولا إلى هبوطه النهائي على السرعة وتعتزم الوكالة أيضا دمج Glide Phase Interceptor مع قمر صناعي آخر يطلق عليه HPTSS يعتمد على تقنية تتبع الصواريخ عبر الأقمار الصناعية بدءا من انطلاقها وحسب مدير الوكالة فإن فكرة هذه التقنية يعود فضل تطويرها إلى البيانات التي جمعت من الحرائق الحية أثناء التجارب مع نماذج رادار ايجيس الذي يوجف الصواريخ الاعتراضية من مواقع متفرقة من خلال شبكات عدة اسراء الصغير الحدث وسط انقسامات سياسية وجدال بين فصائل الحشد نفذت الميليشيات استعراضا عسكريا في قاعدة أشرف شمال ديالة بعيدا عن العاصمة بغداد بضغط من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاثمي وفيما شارك في العرض أكثر من 20 ألف من عناصر الميليشيات قاطع حشد المرجعية تابع للسستاني وصرايا السلام التابع للصدر الاستعراض الذي شهد أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والرشمات والطائرات إيرانية الصنع التي تم نقلها طوال الأسبوع الماضي عبر الحدود مع إيران وكانت أربعة ألوية تابعة للعتبات انسحبت من العرض العسكري قبل انطلاقها بسبب خلافات مع قياداتها حول الدور الإيراني وميليشياتها المهيمن على قرار هيئة الحشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غرد قائلا أن العمل يكون تحت راية العراق وأن حماية أرضه وشعبه واجب علينا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال الشرق سوريا بهدف مكافحة تنظيم داعش القائم بعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لفت إلى أن السلطات في واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا في جلسة أمام مجلس الأمن بخصوص الملف السوري انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق وهو أمر ترفضه موسكو ويعتبر اختبارا لعلاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن أن المدنيين بحاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهر إضافية لإنقاذ الأرواح وأنه من الضروري للغاية المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وتوسيعها خاضت القمة الأوروبية في بروكسل نقاشات متفاوتة الكثافة حول العلاقات مع كل تركيا وروسيا وبينما سجلت الدول الأوروبية بقدر من الارتياح انخفاض التوتر في شرق المتوسط مع شرط اليقظة الدائمة نقاشات القمة الأوروبية حول العلاقات مع تركيا قد تكون الأسهل منذ أشهر القادة الأوروبيون سجلوا انخفاض التوتر في شرق المتوسط وإصغاءت تركيا نسبيا لتحذيرات الاتحاد الحوار الصريح والحازم مع تركيا قد أتى ثماره حيث انخفض التوتر واستجابت تركيا لبعض طلباتنا لذلك نشجعها على مواصلة جهودها من خلال التزام سلوك بناء في معالجة نزاعات إقليمية عدة القمة الأوروبية دعت المفوضية إلى مواصلة مباحثات تطوير الاتحاد الجمركي مع تركيا وتمهيد اتفاق دعم اللاجئين بقيمة ثلاثة مليارات يورو لتمويل خدمات التعليم والصحة والتدريب المهني المساعدات الأوروبية ستتركز حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تتركز حول جوانب الإغاثة الإنسانية لأن اللاجئين يعيشون في تركيا منذ سنوات وهم في حاجة لأفق نقاشات القمة حول العلاقات مع روسيا كانت حادة حيث أحبطت دول شرق الاتحاد الاقتراح الألماني الفرنسي بوجوب الحوار مع الرئيس بوتين مثل ما يفعل الرئيس الأمريكي بايدن لا أرى هذا الحوار مع روسيا بمثابة المكافأة بالنسبة للرئيس بوتين وأذكر الجميع أن حوارات كانت تجري بين الشرق والغرب في عز الحرب الباردة ومن المهم الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين الاتحاد ككل وروسيا القمة توصلت إلى سيغة تكليف المفوضية الأوروبية بتحديد المجالات التي يكون فيها التعاون مع روسيا مفيدا والخطوط الحمر التي لن يتم تجاوزها سيغة قد تعمق الهوة بين دول شرق الاتحاد وغربه وسائل الضغط الأوروبي ضد تركيا أدت إلى نتائج ملموسة تمثلت في انخفاض التوتر في شرق المتوسط في المقابل سلسلة العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أدخلت العلاقات معها في دوامة سلبية من دون أي نتيجة إيجابية ما يفسر أهمية المقاربة الألمانية الفرنسية للتعامل مع موسكو ردين الفريد الحدث بروكسي كشف تحقيق استقصائي لمراسل الحدث حول أطفال الشوارع تعرض الكثير منهم إلى الاعتداء الجسدي والجنسي وقيم شبكات بتأجير الأطفال إلى المتسولين المحترفين ومحاولات استغلالهم في تجارة المخدرات يجتهد محمود الطفل السوري البالغ من العمر عشر سنوات لبيع المناديل الورقية في أزقة القامش لشمال البلاد في هذه الأثناء كنا نجري حديثاً مع عائلته لنفهم السبب الذي دفعهم لإرسال محمود في هذه السن المبكرة إلى العمل أجساد صغيرة بأعباء كبيرة قدفتهم الخرب خارج مسارات الطفولة الطبيعية تتشابه فصول قصصهم المأساوية كنت قد ولدت للتاو كنت في المهد تخلت عني والدتي وتزوجت شخصاً آخر تولى جدتي المريضة تربية ورعاية نحن من رأس العين قسفتنا تركيا هربنا وانتقنا للدربسية نسكن في خيمة والدي يطلب مني أن أعمل تراقب المؤسسات المحلية هذه الظاهرة بقلق وسط ضعف في الإمكانيات والقدرات السنوات الحرب الأخيرة يعني صارت الأعداد مضاعفة جداً أسباب كثيرة تفكك أسري موت أحد الوالدين قلة الاهتمام للمؤسسات الرسمية عدم المتابعة من السلطات فكل هذه الأسباب ضافرت لصارت الأعداد مضاعفة بشكل كتير كتير كبير يكشف بعض أطفال الشوارع هنا عن تعرضهم للكثير من الانتهاكات التي اتسع نطاقها في أجواء الحربي وانهيار الحماية أنا مرة تحبيت بناية لحعني واحدة بسيارة تحبيت بناية ضليت شوووح تراح ضليت ساعة وأنا كمان مرة سكرا تلحقني سحب علينا مسدس حاجة ضليت أنا ترجى صرت أبكي ضليت لترجى وانو سمعز المورة صحيش طلع هيك وأنا غربت بعدين لحقني بالمطور تخبيت بيت مهجور ما فيه عالم ولا شي ضليت ربح ساعة وانو ضلي طلع هيك وهيك ورجع وراح يسدل الليل ستاره على شوارع المدن السورية تنتشر متسولات إناث يستخدم الأطفال لاستدرار عطف المرة تعتقد مصادر محلية أنه تأسست مؤخرا شبكات لإدارة وتشغيل أطفال الشوارع كما يتم تأجير بعض الأطفال للمتسولين المحترفين للحصول على عائد مادي خاصة الأطفال المصابين بإعاقات دائمة قسم كبير منهم بيتبعوا للشبكات عم تستغلون سواء ممكن هالشبكات هي الأهل نفسهم ممكن يكونوا عصابات تستغلون تشغلون حتى ممكن يكونوا عرضة لعمليات متحرش الاغتصاب التجارة الأعضاء حتى موضوع المخدرات أو الحشيش أي شغلة ممكن سيئة ممكن هذول الأطفال بصيروا ضحية إليه رغم الميزانيات الطخمة التي تخصصها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلا أن هذه الشريحة الواسعة تبقى حتى الآن خارج دائرة الاهتمام بعد عشر سنوات من النزاع في سوريا تسعون في المئة من الأطفال يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ثلاثة ملايين ومئتاء ألف تسربوا خارج المدارس مليون أصبحوا أطفال شوارع داخل سوريا وخارجها عداد الأرقام تلك لا يتوقف والصورة تزداد قتامة من القامش لجمع كاش الحدث أكد وزير الخارجيات المصري سامح شكري خلال مدخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على MBC مصر أكد أن القوات التركية وغيرها هي المعنية بالخروج من ليبيا قوات التركية هي قوات نظامية وهي المقصودة وغيرها من القوات النظامية التي تعمل على الأراضي الليبية التحفز الليبي أنا أسف التحفز التركي على هذه الفقرة يعني لتركيا أن توضح سبب تحفزها ولكن بالتأكيد ربما كانت تحاول أن تطفي شرعية على هذا التواجد ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تأخذ اتفاقات مرتبطة بالسيادة وفقا لبنود اتفاق السخيرات التي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها وفي رد على سؤال يتعلق بزيارة وفد مصري إلى تركيا خلال الأيام المقبلة كما يتردد نفى الوزير المصري سامح شكري تحدد أي موعد لزيارة وفد مصري لتركيا لاستكمال المباحثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة لم يتحدد أي موعد لزيارة استكمالا للحوار الاستكشاف يعني ليس هناك موعد لأنه أخبار أكيد حضرتك طبعا بالتباع عنه خلاص فهناك وفد مصري سيكون في تركيا في الأيام القادمة لم يتحدد هذا بعد لم يتحدد أي موعد لاستقناف الحوار السياسي الاستكشاف أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يصفي حسابات مع أحد مشيرا إلى أن هناك أشخاص مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب على حد وصفه ولفت إلى أن تونس ذات نظامين أحدهما خفي يتحكم في البلاد والآخر ظاهر مشددا على أنه لا مجال للمساومة في حقوق الشعب وفي تصريحات منفصلة أكد سعيدا الخطر الذي يهدد الدول هو محاولات ضربها وتعطيل مرافقها العمومية داعيا إلى اتحاد كل القوى الوطنية لمواجهة الأخطار مر وقت طويل دون أن يلتقي الرئيس التونسي مع رئيس برلمان بلاده راشد الغنوشي وفيما احتفى إخوان تونس بالاجتماع واعتبروا في تصريحات متعددة خلال يوم واحد أنه كان إيجابيا وشكل بداية انفراج للأزمة اكتفت الرئاسة التونسية بالإشارة إلى أن اللقاء جاء على هامشي مناسبة وطنية قلت بتعمل خروج إعلامي لأبين الأخطار التي وقعت فيها الرئيس من تعطيله للتحوير الوزاري أصبحت للحكومة مشلولة ومن تعطيله لقانون الحكمة الدستورية الرئيس كيس سعيد انتقد ضمن حركة النهضة غادات لقائه بالغنوشي وأشار إلى انحراف المسار الاقتصادي والاجتماعي إلى قضايا الهوية والدين منذ 2011 وشدد على استمرار الأزمة في وجود منظمة تنكل بالشعب التونسي حسب تعبيره ذات نظامين نظام خفي يتحكم في البلاد ونظام ظاهر وهذا الدستور اليوم اللي تعمل لمتاع صفقات خوذ امتيال فصل ولا خوذ فقرة في فصل وعطيني فصل رئيس الوزراء حذر قبل إصابته بفيروس كورونا من أن مؤسسات الحكم في بلاده لا يمكن أن تستمر في العمل دون انسجام بينها وبوساطات في تعبير عن عمك الخلافات بين الرئاسات الثلاث والتي تشكل جانبا من أزمة متعددة الأبعاد تغرق فيها تونس الغنوشي متهم من طرف خصومه بتعكيد العلاقة بين مؤسسات الحكم في تونس وبتأليب رئاسة الوزراء على قصر كرتاش وتقترح حركة النهضة الإخوانية حكومة سياسية بهدف توسيع القاعدة الشعبية والحزبية لسلطة تهيمن عليها منذ عشر سنوات لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء الاحتقان الاجتماعي خليل الجدود الحدث تونس أفدت رئاسة الحكومة التونسية بإصابة هشام المشيشي بفيروس كورونا استوجب تعليق كافة لقاءة عمله المقررة مسبقا لكن الحكومة قالت أن المشيشي سيواصل القيامة بعمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية هذا وتعتزم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس أعلن استقالاتها خلال الساعة القليلة المقبلة وذلك على خلفية عدم التزام الحكومة بتوصياتها ناوب رئيس الرابط التونسي لحقوق الإنسان وفي تدوينة له قال أنه من المنتظر أن تعلن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا عن استقالتها معتبرا أن الحكومة تستهزئ باقتراحات اللجنة وتضرب بها عرض الحائط في حين أن الوضع الكارثي تطلب إجراءات أكثر صرامة على حد تعبيره في الوقت الذي تفتح فيه أوروبا أبوابها أمام السياح تعود بعض الدول دول العالم للتجديد إجراءاتها الاحترازية تخوفا من انتشار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وفي آخر حصيلة عالمية فقد تم تسجيل ما يتجاوز المئة وثمانين مليون إصابة وما يشارف الأربعة ملايين وفا حول العالم أما منظمة الصحة فترى الأولوية حالياً هي تحقيق التوزيع العدل للقاحات وتأمينه للدول الفقيرة خلاف المأمول كورونا تصر على البقاء لصيف ثاني على التوالي فلا اللقاحات أفلحت بردعه ولا الاحترازات أبطأت انتشاره هنا وهناك رهانات البشر سقطت كلها أمام متحور دلت الجديد المتميز بسرعة انتشاره وتكيفه ومع ذلك فالركود الاقتصادي قد يغير قواعد المواجهة والحرب ضد كورونا والمعادلة اليوم التعافي الاقتصادي يساوي التدهور الصحي أوروبا تفتح أبوابها مجدداً أمام السياح بعد عام من العزلة وخطتها تعتمد الجواز الصحي ودخول الملقحين أو المتعافين فقط وتراهن على حملتها الواسعة بتلقيح النسبة الأكبر من سكانها البرتغال وروسيا كانت سبقتين بفتح أبوابهما والنتيجة ارتفاع حصيلة المصابين اتجاوزت العشرين ألف إصابة في يوم واحد في روسيا واشترطت عدة دول الحجر الصحي على القادمين من روسيا احترازياً جدل واسع وتجارب دولية إسرائيل الأولى عالمياً بسرعة التلقيح كانت لها تجربة نموذجية بنزع الكمامة وعودة الحياة ها هي اليوم تعلن عودة فرض الكمامة في الأماكن العامة المغلقة بعد رصدها ارتفاعاً بعدد الحالات هذه الاحترازات لا تبدو مقلقة لأسبانيا التي تبدأ غداً إلغاء القانون الذي يفرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وبين هذا وذاك تفضل عدة دول للإبقاء على إجراءتها الاحترازية وانتظار ثبوت فعالية أكبر للقاحات كأستراليا التي رصدت عشرات الحالات المتحورة وسارعت بفرض حجر احترازي على أربعة أحياء وسط السيدني منظمة الصحة العالمية ترى أن الأولوية الآن هي وصول اللقاح للدول الفقيرة أما فيما يتعلق بتكييف المجتمعات مع الفيروس أو خطط المواجهة فهي تكتفي بالإعراب عن قلقها بعودتنا إلى مربع الصفر حال الاستهتار أحلام العقوب العربية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد لقائه نظيره الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض أن الشراكة مع كابل ستكون مستدامة ولن تنتهي على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية من هنا مشيرا إلى استمرار المساعدة والدعم العسكري والاقتصادي والسياسي واشدد الرئيس الأمريكي على أن الأفغان بحاجة إلى تقرير مستقبل بلادهم داعيا إلى وقف العنف الطائش بحسب وصفه أصدرت محكمة أمريكية في مدينة مينيابوليس حكما بالسجن 22 عاما ونصف العام على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين بقتل جورج فلويد وهي العملية التي أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود هذا وقال قادر محكمة بيتر كيهل أثناء أعلان العقوبة أن الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف أو الرأي العام بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية أوضحت قناة ABC News الأمريكية بأن عدد الوفيات نتيجة تنهيار مبنى سكالي في مدينة مايامي بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفع إلى أربعة أما أعداد المفقودين فتجاوزت المائة وخمسين شخصا الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي لأعلان حالة الطوارئ يقيمون في الولايات المتحدة وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة هكذا عبر القنصل العام الإسرائيلي في ميامي عن أسفه بانهيار أجزاء من مبنى سكني في إحدى المدن الكبيرة بولاية فلوريدا الأمريكية رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الناجين بين أطنان الأنقاذ حيث لا يزال أكثر من مائة وخمسين شخصا في عداد المفقودين بينهم عشرون إسرائيليا على الأقل أما أعداد الوفيات فأكثر من ثلاثة أفراد وكانت عائلة جراح التجميل أندريس غالف راسكولي البلغ من العمر أربعة وأربعين عاما من مشاهير المفقودين إضافة إلى أسرة سوفيا لوبيز موريرا شقيقة زوجة رئيس البرغوي اللبناني الأصل ماريو عبدو بنيدز من جهته وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود إغاثة لهذه الكارثة في مبنى أبراج تشامبلين تاور الساوث في بلدة سيرف سايد سبب انهيار المبنى المكون من 12 طابقا مجهول حتى اللحظة ولكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى إسراء الصغير الحدث إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم النشر إلى اللقاء أحداث تولد على مدار الساعة سراعات وتحالفات شعوب وحكومات خطوط تغيرت أسرار كشفت وعنوين برست أحداث متسارعة أدفعنا للبحث عن تفاصيلها عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه فدمت عقارب الساعة تتصابق نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليس عليك أن تحصل على المعلومات الصحية الحدث بعد تجاه لإيران طلب التفتيش الزرية واشنطن تلوح بانسحاب وشيك من مفاوضات فيينا النووية القاظمي يفرض على ميليشيات الحجد استعراض قواته في ديالة بعيداً عن العاصمة بغداد شكري يؤكد أن القوات التركية هي المعنية بخروج الأجانب من ليبيا وينفي تحديد موعد لزيارة أمكرة أهلاً بكم وصلاع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إرسل إشارات تحضيرية لإيران بشأن مفاوضات النووية في فيينا في هذا السياق قال بلينكين في تصريحات لنيويورك تايمز أن موعد انسحاب الوفد الأمريكي من المفاوضات أصبح قريباً حتى وإن لم يتم تحديد تاريخ محدد وزير الخارجية الأمريكي أضاف أن منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية يبقى مصلحة قومية لنا بلينكين أكد أنه إذا استمر الإيرانيون في تشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً على مستويات أعلى وأعلى فسنصل إلى نقطة سيكون فيها من الصعب للغاية من الناحية العملية العودة للاتفاق النووي الوكالة الدولية للتقذرية أعلنت أنها لم تتلقى رداً من إيران حول احتمال تمديد التسوية المؤقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية والتي انتهت مدتها وأبلغ المدير العام للوكالة رفايا الجروسي مجلس حكام الوكالة أن إيران لم ترد على رسالته مضيفاً أن تهران لم توضح ما إذا كان لديها نية لإبقاء التسوية الحالية التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني وشدد مدير الوكالة على الأهمية الحيوية لمواصلة العمل الدروري القاضي بمراقبة أنشطة إيران والتحقق منها داعياً إلى رد فوري وسط انقسامة سياسية واجدال بين فصائل الحجن نفذت الميليشيات استعراضاً عسكرياً في قاعدة أشرف شمال ديالا بعيداً عن العاصمة بغداد بضغط من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى القادمي وفيما شارك في العرض أكثر من 20 ألفاً من عناصر الميليشيات قاطع حجد المرجعية التابع للسستاني وسرايا السلام التابع للصدر الاستعراض الذي شهد أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات إيرانية الصنع التي تم نقلها طوال الأسبوع الماضية عبر الحدود مع إيران وكانت أربعة ألوية تابعة للعتبات انسحبت من العرض العسكري قبل انطلاقه بسبب خلافات من قياداته حول الدور الإيراني وميليشياتها المهيمن على قرار هيئة الحشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي غرد قائلاً إن العمل يكون تحت رأيات العراق وأن حماية أرضه وشعبه واجب علينا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال شرق سوريا بهدف مكافحة تنظيم داعش القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط لفت إلى أن السلطات في واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا في جلسة أمام مجلس الأمن خصوص الملف السوري انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق وهو أمر ترفضه موسكو ويعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة وقال بيدرسون مم مجلس الأمن أن المدنيين بحاجة ماسة إلى مساعدة حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود وشدد المسؤول الأممي على أنه يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية العابرة للحدود على نتاق واسع لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح وأنه من الضروري للغاية المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وتوسيعها أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على MBC مصر أكد أن القوات التركية وغيرها هي المعنية بالخروج من ليبيا القوات التركية هي قوات نظامية وهي المقصودة وغيرها من القوات النظامية التي تعمل على الأراضي الليبية التحفز الليبي أنا أسف التحفز التركي على هذه الفقرة يعني لتركيا أن توضح سبب تحفزها ولكن بالتأكيد ربما كانت تحاول أن تطفي شرعية على هذا التواجد ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقا لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقات مرتبطة بالسيادة وفقا لبنود اتفاق الشخيرات التي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها وفي رد على سؤال يتعلق بزيارة وفد مصري إلى تركيا خلال الأيام المقبلة كما يتردد نفى الوزير المصري سامح شكر تحديد أي موعد لزيارة وفد مصري لتركيا لاستكمال المباحثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة لم يتحدد أي موعد لزيارة استكمالا للحوار الاستكشاف يعني ليس هناك موعد لأنه أخبار أكيد حضرتك طبعا بالتباع عنه خلاص فهناك وفد مصري سيكون في تركيا في الأيام القادمة لم يتحدد هذا بعد لم يتحدد أي موعد لاستقناف الحوار السياسي الاستكشاف أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يصف حسابة مع أحد مشيرا إلى أن هناك أشخاص مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب على حد وصفه ولفت إلى أن تونس ذات نظامين أحدهما خفي يتحكم في البلاد والآخر ظاهر مشددا على أنه لا مجال للمساومة في حقوق الشعب وفي تصريحات منفصلة أكد سعيدا الخطر الذي يهدد الدول هو محاولات ضربها وتعطيل مرافقها العمومية داعيا إلى اتحاد كل القوى الوطنية لمواجهة الأخطار مر وقت طويل دون أن يلتك الرئيس التونسي مع رئيس برلمان بلاده راشد الغنوشي وفيما احتفى إخوان تونس بالاجتماع وأتبروا في تصريحات متعددة خلال يوم واحد أنه كان إيجابيا وشكل بداية انفراج للأزمة اكتفت الرئاسة التونسية بالإشارة إلى أن اللقاء جاء على هامشي مناسبة وطنية قلت بتعمل خروج إعلامي لأبين الأخطار التي وقعت فيها الرئيس من تعطيله للتحوير الوزاري أصبحت للحكومة مشلولة ومن تعطيله لقانون المحكمة الدستورية الرئيس كيس سعيد انتقد ضمن حركة النهضة غادات لقائه بالغنوشي وأشار إلى انحراف المسار الاقتصادي والاجتماعي إلى قضايا الهوية والدين منذ 2011 وشدد على استمرار الأزمة في وجود منظمة تنكله بالشعب التونسي حسب تعبيره ذات نظامين نظام خفي يتحكم في البلاد ونظام ظاهر وهذا الدستور اليوم التي تعمل سفقات خوذ فصل ولا خوذ فقرة في فصل وعطيني فصل رئيس الوزراء حذر كبل إصابته بفيروس كورونا من أن مؤسسات الحكم في بلاده لا يمكن أن تستمر في العمل دون انسجام بينها وبوساطات في تعبير عن عمك الخلافات بين الرئاسات الثلاث والتي تشكل جانبا من أزمة متعددة الأبعاد تغرق فيها تونس الغنوشي متهم من طرف خصومه بتعكيد العلاقة بين مؤسسات الحكم في تونس وبتأليب رئاسة الوزراء على قصر كرتاش وتكترح حركة النهضة الإخوانية حكومة سياسية بهدف توسيع القاعدة الشعبية والحزبية بسلطة تهيمن عليها منذ عشر سنوات لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء الاحتقان الاجتماعي خليل الجدود الحادث أفادت رئاسة الحكومة التونسية بإصابة هشام لمشيشي بفيروس كورونا ما استوشبت على كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا لكن الحكومة قالت أن لمشيشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية هذا وتعتزم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس أعلن استقالتها خلال الساعة القليلة المقبلة وذلك على خلفية عدم التزام الحكومة بتوصياتها نابو رئيس الرابط التونسي لحقوق الإنسان وفي تدوينة له قال إنه من المنتظر أن تعلن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا عن استقالتها معتبرا أن الحكومة تستهزئ باقتراحات اللجنة وتضرب بها عرض الحائط في حين أن الوضع الكارثي يتطلب إجراءات أكثر صرامة على حد تعبيره أصدرت محكمة أمريكية في مدينة مينيابوليس حكما بالسجن 22 عاما ونصف العام على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين بقتل جورج فلويد وهي العملية التي أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود هذا وقال قادر محكمة بيتر كيهل أثناء أعلان العقوبة أن الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف أو الرأي العام بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية أوضحت قناة ABC News الأمريكية بأن عدد الوفيات نتيجة انهيار مبنى سكاني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفع إلى أربعة أما أعداد المفقودين فتجاوزت 150 شخصا الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي لأعلان حالة الطوارئ يقيمون في الولايات المتحدة وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة هكذا عبر القنصل العام الإسرائيلي في ميامي عن أسفه بانهيار أجزاء من مبنى سكاني في إحدى المدن الكبيرة بولاية فلوريدا الأمريكية رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن الناجين بين أطنان الأنقاذ حيث لا يزال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين بينهم 20 إسرائيليا على الأقل أما أعداد الوفيات فأكثر من ثلاثة أفراد وكانت عائلة جراح التجميل أندريس جالف راسكولي البلغ من العمر 44 عاما من مشاهير المفقودين إضافة إلى أسرة سوفيا لوبيز موريرا شقيقة زوجة رئيس البرغوي اللبناني الأصل ماريو عبدو بنيدز من جهته وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود إغاثة لهذه الكارثة في مبنى أبراج تشامبلين تاور الساوث في بلدة سيرف سايد سبب انهيار المبنى المكون من 12 طابقا مجهول حتى اللحظة ولكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى إسراء الصغير الحدث إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام إلى اللقاء